ولكن أكيد يعني فيه كمان تكريم بقى إحنا اللي بنمنحه يعني فيه تكريم بيمنح ليك وتكريم إنت اللي بتمنحه وأنا بشوف لو جمهور النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي طبعا عايزة تقطي حد تكريم عن السنة الماضية أكيد طبعا هنا المنظومة بتمنح وده اللي أنا بقوله يعني مجلس الإدارة يا جماعة هو بيشوف ثمرة جهوده ونتاج مجهوداته ونتاج اختياراته في تحقيق النتائج فهو في النهاية الكريدت كله بيروح لي ولكن لو حتيجي عند شخص أيضا المنظومة كان لها دور مهم جدا في اختياره وندي تكريم مع نهاية السنة الكروية ومع ذكرة تخصه هو هيكون مستر مارسل كولر مستر مارسل كولر اللي بتمر سنة على تواجده مع النادي الأهلي وهو حالة غريبة آه غريبة لأن المدرب اللي بيبقى شابه النادي الأهلي ده مدرب مختلف يعني كولر بعقلية سويسرية مش سهل تتجانس مع أي منظومة رياضية في مصر أنا بقولها باستثناء النادي الأهلي لأن لو جينا نتحدث على الاحتراف وعلى المنظومة اللي لها دولاب عمل إداري واضح هنتكلم في الرياضة عن النادي الأهلي فأنا بقول إن كولر ذو العقل السويسري المنظم إدى روحه نفحة كده من نفحات النادي الأهلي وروح النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي فأصبح قلب أهلاوي مع عقل سويسري عشان تشوف النتاج ده عشان تشوف مدرب حقق أفضل أول موسم في تاريخ أي مدير فني في تاريخ النادي الأهلي وهو مارس الكولر اللي حقق دوري أبطال إفريقيا ربع عالم للأندية اتنين سوبر مصري كاس مص وحقق أكيد الدوري المصري بعد غياب سنتين مستر مارس الكولر ما دخلش قلوب الأهلوية عشان هو مدرب جاحة أرقامه بس لا مستر مارس الكولر رجل يعرف كثيرا قيمة التفاصيل والناجحين في الحياة جماعة هم الناس اللي اشتغلوا على التفاصيل لأن التفاصيل هي وراء أي نجاح مستر مارس الكولر اللي تكلم عن أعداد الجمهور اللي كان بيتكلم دايما في المؤتمرات الصحافية عن نقل المباريات لأستاذ القاهرة وشوفنا انعكاسات ده الفنية مستر مارس الكولر اللي تكلم عن أدوات التدريب مستر مارس الكولر اللي شوفنا وهو بيحقق كل شيء بيدخل أيضا عنصر أجنابي جديد كمساعد في جهازه الفني شوفنا المحلل النفسي شوفنا طفرة في كل الأشياء فهذا رجل يعرف جيدا كيف ينجح في النادي الأهلي وكمان رجل يعرف أن هذه المنظومة تساعده عن نجاح فأكيد مستر مارس الكولر بعد مضي سنة بنقوله وإن كنت أقدر أحب تاني أحبك أنت 365 يوم سعادة كل سنة ومستر كولر أهلاوي الحقيقة لما بفارس بيتكلم عن التفاصيل الرجل ده كمان مش بيشتغل بس على التفاصيل ده بيشتغل على أدق أدق التفاصيل لما سمعنا حوار دينه مع كابتن أحمد شوبير وهو وكيل مارس الكولر الرجل بدأ من البداية خلينا أقولكم طبعا دور الجمهور دايما وأبدا في كل مكان هو ممثل للنادي الأهلي أنا حابب أشكر المدلك محمود اللي ذكره دينه وأنه كان أول شخص مصري ينقل لمستر مارس الكولر طبيعة النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي كنادي رياضي عريق الأكبر في قرة أفريقيا بدأ الحديث مع كولر فبدأ كولر يهتم بكل شيء متعلق بالنادي بدأ يفكر في أدق التفاصيل تخيل كولر وبيتكلم بيقول أن كان فيه رئيس النادي لما يكون لعب كورة سابق ده هيسهل جدا من التفاهم اللي حاصل ما بين المدير الفني وما بين الإدارة فدي نقطة من نقطة التفاصيل اللي قبل ما كولر يحط رجله خطوة واحدة تجاه النادي الأهلي كان بيفكر فيها لكن الأغرب أنه ده عادي جدا تتكلم عن رئيس إدارة وعن رئيس مجلس دارة وتتكلم عن نادي بأحد أساطير كرة القدم المصرية كابتن محمول خطيب طبعا لكن كمان أنه هو من الدرجات دي كلها يمر بمرحلة أن دور مترجم بالنسبة لي مهم جدا في نجاح العمل لا ده راجل مهم جدا في قصة التفاصيل فجاء مترجم ما حصلش الكيميا فجاء دلوقتي الدكتور خالد الجوادي اللي تقال عنه على لسان دينه أنه مصمار الفريق لا كمان راح لنقطة أبعد وهي عمال غرف الملابس الراجل ده بيدقق جدا في فكرة توزيع حتى عمال غرف الملابس مين العمال دي اللي تطلع المبريات مين العمال دي اللي تحضر التدريبات القصة كلها بالنسبة له مرتبطة بكل شيء ممكن يخطر في بالك أرضية التيتش وأنه هو يتعامل مع أرضية التيتش بنفسه وبشكل يعني منفرد طبيعي جدا عشان يعرف إيه المشكلات اللي ممكن تواجهه لا مرسل كولر إضافة للبطولات البطولات لم تأتي من فراغ البطولات جات من واحد حابب شغله كويس قوي حابب أنه ينجح جدا حابب المكان اللي هو فيه عشان كده مرسل كولر وهو بقيله سنة كان بيختار أنه هو يمدد سنتين وهنا لازم تقول الكريدت ده لمجلس إدارة النادي الآلي في أنها بتحاول تحافظ على فعلا المدرب اللي تقدر وإنت قاعد مطمئنة كده تقول أنا عندي مشروع أنا عندي مدير فني مشروع هو ده المشروع المدير الفني اللي كمان برغم نجاحاته على مدار موسم كامل وتحقيق خمس بطولات يمكن بدأت بتاريخ 28 أكتوبر 2022 السوبر المصري على حساب نادي الزمالك ثم 11 إبريل كأس مصر على حساب نادي بيرامدز ثم 5 مايو 2023 السوبر المصري على حساب بيرامدز ثم 12 ستة دوري أبطال أفريقيا من عقر دار الوداد ثم بطولة دوري التي تم الإعلام بشكل رسمي معاشر سبعة وقت فوس راميكا كيلو باترة على بيرامدز منافس النادي الأهلي في هذه البطولة الأمر ما كانش مجرد بطولات لا ده كان مجرد تركيز وتركيز في كل التفاصيل المتعلقة بالفريق عشان كده مرسيل كولر مشروع تقدر تبنى عليه وعشان كده مرسيل كولر مهم جدا زي مجلس إدارة النادي الأهلي مدد عقد المدير الفني قبل سنة من انتهاء التعاقد مهم جدا أن أنت تحافظ على مرسيل كولر اللي من وجهة نظري لم يأخذ حقه الإعلامي الكامل في الرياضة المصرية وفي الإعلام المصري كنا بنسمع على المديرين فنيين ما بيحقوش أي نجاحات على أرض الواقع ونلاقي على مين يقولك لازم مصر تستفيد من هذا المدير الفني لمدة عشر سنوات قادمة عندنا مرسيل كولر وهو بيحقق ده مفيش حد بيكلم عنه بالشكل ده مفيش حد بيحاول أنه يبرز دور الراجل وتأثيره الإيجابي في الرياضة المصرية لأن النادي الأهلي ألطمم مرارا وتقرارا هو أحد أعمدة الخيمة بل العمود الرئيسي في خيمة كرة القدم المصرية ويمكن ما كنتش ببالغ لما بقول محمد صلاح والنادي الأهلي هم المحافظين على ماء وجه كرة القدم المصرية فأتمنى كولر يأخذ حقه من الدعم الكامل ومن تسليط الأضواء على نجاحاته اللي برغم نجاحاته عارف كويس قوي هو بيعمل إيه للموسم اللي جاي وتحضيره للموسم اللي جاي وكمان استخدام مساعد ليه بسمات مختلفة كارلوس برينجر اللي بالتأكيد هتلاحظوا إن شاء الله خلال الموسم ده الإضافة اللي يمنحها هذا الرجل للجهاز الفني المكتمل من وجهة نظر مرسيل كولر وده اللي أشاد به بكل عناصر الجهاز الفني دينه مع الكابتن أحمد شبير وكيل مرسيل كولر كل سنة ومرسيل كولر أهلاوي وإن شاء الله مرسيل كولر يكمل الأربع سنوات ويحقق رقم قياسي من البطولات بتأكيد أفارس كلنا بنحب منو الجزيه وكلنا بنميل لمنو الجزيه وبطولات منو الجزيه مع النادي الآلي بالتأكيد ده حقيقي ولو بصمة واضحة برضو على الرياضة المصرية ولكن إحنا بطبعنا كأهلاوية عايزين أي مدير فني فيه السمات اللي تقدر يبنى عليها ويتخطى الجزيه ولما لا تخطى الجزيه إحنا السعادة في النهاية بصوا يا سامة بدون يعني ما أدخل في التفاصيل قوي فيه مدربين جم كانوا بحقوة نجحت مع النادي الآلي والواحد كان بيدعمهم هنا فقناة النادي الآلي حتى في وقت كانوا بيتعرضوا لهجوم ولكن فيه مدرب تتأثر به وتحس أن الراجل ده شغال على تفاصيل يعني مختلفة يعني حتى ريني فايلر لما كنت بتيجي تشوف تعليقاته حتى بعد مسابك عن الثقافة المصرية وعن فكرة الخصوصية وعن بعض الأمور هذه عقلية جيدة ولكن يعني مع النادي الأهلي فكرة الدايمومة والاستمرارية وما إلى ذلك تبقى صعب مستر مارسل كولر والله يا جماعة من أول اللحظات اللي اشتغل فيها على فكرة طبيعة المجتمع المصري في صورة مع سيدة مصرية بتغبز العيش فيقعد ويتصور ويكتب عن تاريخ مصر وإن العيش ده موجود في مصر من مكونات الحضارة من أيام الحضارة القديمة كل دي تفاصيل يا جماعة هذا رجل جاء ليعيش داخل النادي الأهلي بكل وجدان وزي ما أسامة كان بيقول لكم على عناصر الجهاز الفني زي ما احنا هنا كنا بنتكلم على خطة أحمر مستحيل تنجح في المنتج النهائي من غير ما يكون معاك مجموعة عمل جيدة جدا سواء المساعدين سواء على مستوى الترجمة ودكتور خارج جوادي فعلا الشخص المميز جدا كل العناصر بتاعة كولر اللي كانت مميزة فأنا تمنى وطبعا كابتن سامي أمصان من الجانب المصري يدينه يتكلم عن الجهاز الفني بالكامل الحقيقة بالكاكبوس كولر شخص بيطور من أدواته وبيحسن استغلال الأدوات اللي موجودة معاه بشكل 100% أسامة وإن شاء الله نشوف مرضود ده فيما هو قادم كل التحية المستر مارسل كولر وكل جهازه الفني سواء كابتن سامي أمصان أو المساعدين الأجانب أو دكتور خارج جاري كمترجم أو حتى العناصر اللي بتأتي والعناصر اللي رحلت لأنه أكيد كان لها بص